السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez très très bien إذن في هذه الشارط سوف نتعلم بعض الكلمات التي تتعلق بالشجرة الشجرة ككل ولكن فيها أجزاء وهنا الأسماء أو الكلمات التي سوف نتعلم ونضعها في المكان المناسب أجزاء ونقل الكلمات في المكان المناسب أجزاء السلام على الجذور أين توجد الجذور في هذه الصورة إذن الجذور الشجرة كما تعلمون تتغذى بجذورها بواسطة جذورها هنا نرى جزء منها ظاهر خارج الأرض ثم الباقي فيوجد في باطن الأرض إذن سوف نكتب كلمة لغاسين الجذور هنا لترون هو الجذع الشجرة هو هذا الجزء يسمى لترون إذن سوف نكتب كلمة لترون هنا ثم هناك الأوراق الشجرة أين هو السهم الذي يشير الأوراق؟ نعم هنا الكورس هي القشرة قشرة مثلا الجذع والأغصال فهذا هو السهم الذي يشير القشرة ويمكن عزل القشرة عن الخشب الذي يكون هذه الشجرة ثم لدينا لدينا لبراوش الغصن أين هو الغصن؟ أين هو السهم الذي يشير إلى الغصن؟ فهذا هو السهم؟ هذا هو الغصن؟ الشجرة تتكوّن من أغصان؟ وَأَخِيرًا هُنَاكْ لَا سِيمُ الْقِمَّةِ شَجَرُ أَخِيرًا لَا سِيمُ الْقِمَّةِ لَا سِيمُ الْقِمَّةِ في التلوج نقول لسيم نيجوز د'une شین دماني ثم لدينا الشجرة ومن ثم لدينا الشجرة عبر الفاصول الربعة من السنة كما تعرفون هناك أربعة فاصول el Cap student الفصل الرابع l'hiver الفصل الітиاب l'autолько الفصل الخريف ثم l'été ه 자는 Um shift اذن هنا نحض نفس حجر نحضر 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 يدينا الاشجار يرخون أن يصدر المقاطر يخلق المثال بالمرضي تنقل اسم الفصل تحت الشعر المناسبة مثلا هنا يوجد المشجار المحمرة في الملاحة يوجد المشجار هنا يوجد المشجار يوجد المشجار المحرير هنا يوجد المشجار المددد تخضر. وهنا نراها في أوجي إخذيرارها. إذن الشجارة في le printemps. كيف تكون بداية الرابع تبدأو في الإخذيرار. إذن سوف نكتبوا le printemps ici. كيف تكون الشجارة في فصل الشيطاء؟ تكون مجرادة لكيف تكون مجرادة عن عوراقها؟ سوف تكون مجرادة لأوراقها. لها تكون كيف تكون؟ عامل فيها으면 الوقت لأشجارة في الأمثال، للأرداء والأرداء. هنا اطول لتي لتي في الصيف تكون الشجرة في اوجي خيراريا نكتب لتي هنا هنا. الى اللقاء في شعرية اخر.